جايدينا أتى ساعة صباحنا موعدنا مع موجز الأهم الأنباء مع هلالحاملوية فضلي هلال شكرا جمانا أتى ساعة صباحا بدأوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن اعتذار الحكومة عن مشكلة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمل وخلال مؤتمر صحفي أشار مدبولي إلى إدراك الحكومة ما قد يعانيه المواطن جراء تخفيف الأحمل لافتا إلى وضع الحكومة خطة لإنهاء تخفيف الأحمل بنهاية العام الجاري وأكد مدبولي غلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء اعتبارا من الشهر المقبل لترشيد استهلاك الكهرباء تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عضوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم الـ 264 على التوالي مع استمرار اتكاب المجازر وقصف المباني السكنية ومراكز الإيوائي وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على بيت لهيا وجباليا بشمالي قطاع غزة كما نسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية في مخيم النصيرات بوسط القطاع ومدينة رفح الفلسطينية بجنوبي القطاع كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأجزاء الشمالية الشرقية من خان يونس أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة جديدة تتمثل في كثافة استهداف المنازل السكنية وأوضح الدفاع المدني بالقطاع أن هناك أكثر من عشرة ألاف مفقود لا يزالون تحت الأنقاض مشيرا إلى أنه لا يمكن التعامل مع المفقودين تحت الأنقاض لنقص الإنكانات أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجن أن لويد أوستن استقبل نظيره الإسرائيلي وآف جالند وأوضح البنتاجن أن اللقاء تناول الجهود المبذولة لتهديئة التوترات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية والوضع بقطاع غزة وأضاف البنتاجن أن أوستن شدد على التزام الولايات المتحدة أصار امتجاه إسرائيل مؤكدا على الأولوية القصوى لضمان الإفراج الآمن عن جميع المحتجزين وشدد أوستن على أن الدبلوماسية المبدئية هي السبيل الوحيد لمنع أي تصعيد إضافي للتوترات في المنطقة تبدلت قوات حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف على طول الحدود وأوضح بيان لحزب الله أنه تم قصف موقع بياد بليدة لقذائف المدفعية وتم تحقيق إصابات مباشرة بقوات الاحتلال وأضاف حزب الله أنه تم قصف موقع بركتريشا وتحقيق إصابات مباشرة أعلنت قوات الحوثي تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة إسرائيلية في بحر العرب وأوضحت قوات الحوثي أن السفينة المستهدفة جرى قصفها بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة في الأوينة الأخيرة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع أندري بلاوسوف أبلغ خلال محادثة هاتفية نظيره الأمريكي لويد أوستن بخطورة تصعيد الوضع في أوكرانيا بسبب تزويد واشنطن نظام كييف بالأسلحة وأضافت الدفاع الروسية أن الوزيرين تبادلوا وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا ويأتي هذا الاتصال الهاتفي بعد يومين من استهداف قوات أوكرانية مدينة سيفاستوبول بصواريخ أمريكية ما تسبب في سقوط قتلاء ومدنيين أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية قد فشل على ما يبدو كان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قد ألقى باللوم على بيونج يونج يونج في سعيها لتعزيز قدرتها النووية والصاروخية مشيرا إلى أن جيشه سيقوم بالرد على الاستفزازات الكورية الشمالية من أجل حماية الشعب الكوري الجنوبي وخريته انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل موسيقى